بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الثاني لمقرر النظم بالمعالج الدقيقة في الجزء ده جماعة هنتكلم بشوية تفاصيل عن البصز المصارات مصارات إيه بقى الأدرس اللي يعنى وين والبصز للداتا مسارات كمان البيانات وكمان البصز لمين للكنترول يبقى عندي كام بصز دلوقتي هنتكلم عنه إن شاء الله يا شباب ثلاث بصات أدرس بص داتا بص والكنترول بص نشوف مع بعض الأدرس بص اللي هو مسارات العنوين وإحنا اتفقنا إنها تحمل عنوين فقط وبيقولك بتحمل عنوين 16 بيتس يعني كل عنوان هتكوين من كان بيت 16 بيت عشان كده بيقولك هو 16 بيت ويد 16 بيتس إيه ويد يعني إيه حجم كل عنوان 16 بيت إذن لما يكون كل عنوان 16 بيت بقى ممكن يتم التعبير عن كام عنوان بقى ها كام عنوان صح 2 قصة 16 مش كده إحسن كده 2 قصة 16 هتطلع عندك 65 ألف ها و 536 عنوان ممكن التعبير عنهم الكلام ده في الفاميلي رقمين يا جماعة 8085 يعني ممكن نقول 64 كيلو أدرس 64 ايه كيلو أدرس جميل طيب وبنقول إيه كمان unidirectional يعني في اتجاه واحد يعني يتم نقل العنوين في اتجاه واحد طيب الاتجاه ده هو ايه بيقولك الاتجاه ده من المايكرو بروسسور إلى الممري أو الأجهزة الملحقة بريفيالز معاي شباب اه إذن يتم نقل العنوين من المايكرو بروسسور إلى الممري أو الأجهزة الملحقة طيب إيه اللي بيحصل بالزبط بيقولك المايكرو بروسسور ها علشان يكلم الجهاز جهاز ملحق آخر بيعمل ايه بيقوم باعت الادرس باعته يعمل له send الادرس فين ها في الادرس بس ثم يليز بعد ذلك ايه ها إرسال إشارة التحكم لهذا الجهاز إذن ها العنوين تتجه في اتجاه واحد بس اللي ها مين من المايكرو بروسسور إلى الممري إلى الزاكرة أو الجهاز الملحق طيب يتتجه إزاي المايكرو بروسسور بيبعث العنوان في الادرس بس يليه بالتتابع إشارة التحكم للجهاز الآخر طيب ده بالنسبة للادرس بس طيب للداتا بس بقى جماعة بقولك الداتا بس عندي هما 8 بت من D0 حتى D7 وإتجاه العنوية إتجاه الداتا فين باي ديريكشنال يعني في اتجاهين يعني ممكن يتم انتقال الداتا من المايكرو بروسسور للممري أو الانبوت أوبوت باي ديريكشنال باي ديريكشنال يعني ايه جماعة ها في اتجاهين يعني من المايكرو بروسسور للانبوت أوبوت وعلى عكس ومن المايكرو بروسسور للممري وعلى عكس معي طيب وعلشان كده الداتا دي يا جماعة اتفقنا الداتا بس بتحمل كام بت 8 بس علشان كده الميكرو بس 3 اللي هو 8085 ما يقدرش عملية معالجة اللي 8 بس في وقت واحد يبقى اذا طالما ان الداتا بس 8 بس فقط انا محكمة يا جماعة مين بالداتا بالداتا اللي بتنتقد اذا طالما هو ما يقدرش يحمل اللي 8 بس اذا هو ما يقدرش يحمل عملية معالجة الى المين ل 8 بس في وقت واحد طيب رقم 3 الكنترول بس وبقولك هو مش بس حقيقي يعني مش بس محسوس وموجود لا ده هو ممكن تقول عليه ان هو ايه مجموعة من ايه من الاشارات معايا وكل اشارة كل اشارة عبرها عن وان بت كنترول سيجنال يبقى اذا هو مش ريال كنترول بس هو مش بس حقيقي موجود لا بس احنا ممكن نقول ان مجموعة مجموعة الاشارات اللي بتنتقل ديها بنقول عليها ايه مجموعة من المسارات والبسز وبنقول ان كل single bit control signal يعبر عن نقلة اشارة عن تحكم في ايه في جهاز تحكم في ميموري وهكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة